للاعلام المصري اهمية كبيرة جدا في نقل الصورة الحية التي تعبر عن مشاكل الشعب ومتطلباته فهو المرآة التي يعبر بها عن طرفين الحكومة والشعب ولكن هذه المرآة يشبها عدد من المشاكل التي تتعلق اولا بتشريعاته اضافة الى افتقاده للمعايير المهنية من وجهة نظري كثيرين فالتشريعات الصحفية والاعلامية خطوة مهمة في الوقت الحالي اما ان شاء نقابل الاعلاميين فانه سيكون بمثابة العمود الفقرية للاعلام في مصر مما يعطي مزيدا من الحرية والمسئولية ليرتقي الاعلام فوفقا لتقارير اعلامية انه لابد من اصدار مثق شرف اعلامي لتنقية الاجواء في ظل الارتباك الطبيعي الذي حدث بعد ثورتين في المشهد السياسي والاعلامي كما انه من الضروري وجود صوت يعبر عن مصر من خلال قنوات فضائية تتحدث اكثر من لغة لتنقل الوضع والصورة الصحيحة الى الخارج لان الدولة تتعرض لحملة شرسة من الداخل والخارج ويجب ان تتكتف جميع القوى الاعلامية لحماية مصر وانهاء المؤامرة التي تستهدف اسقطها فلا تعرض بين حرية الاعلام وضبطه ففي كل دول العالم هناك حرية مطلقة لكن هناك مسئوليات مقابل تلك الحرية ومع وجود ميثق شرف اعلامي ستكون مساحة الحرية اكبر فنحن نعيش عصر التكنولوجيا ويجب ان يكون الاعلام طرفا في مواجهة الارهاب الذي يهدد الامم العربية اما عن قانون الاعلام الموحد هذا القانون الذي اعدته اللجنة الوطنية للتشيعة الصحفية والاعلامية والذي يضم سبعة ابواب تضم حرية الصحافة وواجبات الصحفيين والاعلاميين ودفاع عن حقوقهم الكاملة قبل العمل في اي مؤسسة صحفية او اعلامية وازدار الصحف وملكيتها وسبل تأسيس وسائل الاعلام وملكيتها ومجالس تنظيم الصحافة وهي المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام ولكن في النهاية وضع الاعلام في مصر يثير الكثير من التساؤلات التي من بينها هل الاعلام يعبر عن الشعب ام عن وجهة نظر القائمين عليه وما الدور المأمول للاعلام للمساهمة في بناء المجتمع وهل هناك صناعة اعلام في مصر اهلا بحضراتكم اعتقل التقرير ده انا مقدمة جيدة جدا للحديث والحقيقة انا بحاول ادور عن كلام جديد لانه الفقرة دي انا بعملها كلاكت للمرة 142 571 للحديث عن الاعلام في مصر وضرورة ضبط الاعلام وصناعة الاعلام واين قانون تنظيم الصحافة والاعلام واين المؤسسات التي نص عليها الدستور الذي استفتين عليه في يناير 2014 لنص على مشعارف المجلس الوطني للاعلام والمجلس الوطني للصحافة والمجلس الاعلام مش عارف كذا واين نقابة الاعلاميين اللي ضيف العزيز يعني بوح صوته وضعف بذنه جريا ولهتا وراء هذه النقابة كي تنشأ وطبعا الحديث كمان عن النقابة الاخرى نقابة الصحافين اللي هفوض القلعة الكبيرة بعد حالة الضعف والانقسام اللي حصل فيها في الشهور الاخيرة فنحن نتحدث عن ساحة اعلامية متخبطة حتى نحن الاعلاميين احنا اللي بننادي بوجوب ضبط الاداء الاعلامي من خلال القانون ينظم ولا يقيد لا البرلمان تفاعل في دور الانعقاد الاول اللي بيختتم هذه الايام واصدر قوانين ولا الحكومة صارعت بتقديم مشروع قانون ولا الرئاسة عندما كانت السلطة التشريعية في يد الرئيس عبدالفتاح السيسي قدمت ايضا خطوة في هذا المجال فبالتالي الكل ساكن الكل ساكن وصامت في حين ان الكل بيشتكي من الاعلام الرئيس اولهم والحكومة والبرلمان ونحن بنشوه كذا ونشوه كذا طيب سابنا نشوه ليه؟ اضبطونا قننونا اعملوا اي حاجة فينا ضيوف الكرام اللي مشرفيني للحديث عن هذا الموضوع القديم الجديد ربما يأتي دور الانعقاد الثاني ببشرى سرى لنا الاعلام الكبير واستاذنا الاستاذ حمد الكناسي اهلا بيك كل سنة حراك طيب الصحفي الكبير ايضا وصديقنا العزيز استاذ عبدالله السناوي اهلا بيك وصديقنا العزيز ايضا الاستاذ مجد مجلاد الكاتب الصحفي الكبير اهلا بيك يا سيد مجد انا استاذ مجد انا استاذ السلام انا ما عنديش اسئلة يا سيد حمد انا سألت كل الاسئلة في الحوارات الابل كده فلو عندك جديد تقوله في مسألة انه طب تقاعس الدولة او تبطو الدولة بكل الجهات اللي انا ذكرتها في المقدمة عن المضي قدما في ضبط الحالة الاعلامية والصحفية يا ريت توفيدنا اعتقد ان انا عند الجديد بس هرجع لجزء من القديم في لقائك معاك انت شخصيا وكنا نتكلم ما بين حسن النية وسوء النية صحيح هل عملية البطء الشديد القاتل في تحريك قانون نقابة الاعلاميين والمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والهائتين الوطنيتين هل ده بحسن نية ولا بسوء نية واذكر فيما اذكر ان احنا وقفنا في المنطقة الوسط ان احيانا حسن النية لما يكون بهذه الصورة البطيئة يؤدي الى نتائج سوء النية انا اسف يا صحامدي حضرتك اللي قفت في النقطة دي في المنطقة دي انا كنت مفترض سوء النية حضرتك اللي قلتلي خلينا نروح للمنطقة الوسط اللي هي الطريق الى جهنم مفروش بحسن النواية انا ما زلت يعني متمسك بهذه المساحة المحدودة لان لا اجد مبررا منطقيا ان زي ما انت قلت الجميع يشكو صحيح الجميع يشكو طب والحل قدامكم في ايديكم مش قادر افهم العملية انما هي انا بربطها بقى به يعني الجهاز البيروقراطي العظيم بتاعنا والبطء اللي ورسناه من عشرات السنين الى اخرى وبالتالي بقى عن الجديد اقولك في اخر لقاء انت تذكر وكان موجود معانا من زملاء النواب النائب تامر عبد المعصود نظبوط او اتكلمنا وتعهدنا انا هو ان انا هتدي له مشروع القانون وخلاص بقى ما ننتظرش الحكومة على ما تقدم القانون خدوه انتو في مجلس النواب خاصة ان وضعه يختلف اختلاف كامل عن اي مشروع قانون اخر ممتاز بمعنى يمكن انت كان معاك من فترة المخرج الفنان النائب القدير خالد يوسف وقالك ان لما بيكون القانون جلنا من الحكومة فبيبقى الطريق اسهل واسرع لانه درس الى اخرى فما بالك بقى وقانون نقابة الاعلاميين درس من الحكومة ثم درس من مجلس الدولة من قسم التشريع ووصل الحكومة لفترة وانا فضلت اتصل لما تقدموه جماعة للمجلس النواب كان هم عندهم اعتبرات انا بقول اعتبرات دو منتهى حسن النية ونامت الامور تاني فمن خلال برنامجك انت شخصيا اتحرقنا بهذا المفهوم دو متاس وبالفعل طبعت صور من مشروع القانون طبعت صور من رأي انا بس حمد بي بيكلم عن القانون الكابة الاعلاميين نسمع نقول لاليك انا مانا قط العامين انا مانا قط العامين الحBB صور من ملحوزات maj hall و الردود عليها واخذوها وأخذوها وحتى كلمت الأستاذ سامة هيكل والمجموعة كلها وكونوا متحمسين بس قالوا إحنا خلاص دور العقدة بينتهي ومش عاوزين المشروع يعني يتظلم وتحرق فقدموا في بداية الدور التاني إحنا في بداية الدور التاني متمسكين تماما ممتاز أنا يا أستاذ حمدي ما بخافش غير من الحمس ده هو الحمس ده تايما طول الوقت اللي ببلاي أعلم سيد عبد الله نفس السؤال هل عندك تفسير ليه تباطؤ اللي مفصل لأستاذ حمدي أنه من حسنين أنا عمدي مفرقات كثيرة جدا فضل أنت أمام تنقضات كثيرة ووعود بوزلت وجرى التراجع فيها ومن كانوا يعتحمسون أصبحوا على درجة عالية جدا من الفطور ففي الارتباك ده ظهر الصغرات وظهرت مبارسات خارج الخال خلينا نفتكر للنقاش أولا في بيان ثلاثة يولو كلامه عن مثاق الشرف الصحفي ده السدعي والإعلامي ده السدعي إنشاء نقابة الإعلامين في بداية القانون جهز بالزمان وأنا استمعت يعني كان كلام واضح من ما راجعوا لي يعني خلاص الخلوم التالي الكلام ده بقاله سلاتين وشوي يعني حتى قبل بيجي الرئيس مظبوط ما كانش فيه مجلس النواب الحكومة بتحمسة وتضغط والقانون كان في حوزة الحكومة ورعيت مع السلطة التشريعية ومسرحين لشخصية النقيم القتل تمام يعني يعني لو كان يوم يختاره كان يختاره ما فيش أي مشكلة في الموضوع ومع ذلك دخلت اللاجة وما يطلعش فحد يقول مين له بصطحة في افساد البيئة الإعلامية واني ما فيش حساب ومين يطلع على الشاشة ومين ما يطلعش وقيم الحساب إزاي وإذا جاءت تفلط أخلاقي الحساب ومين ياخد ترخيص تنظيم المهنة ومبرستها ما فيش قوات فإنت ممكن تلاقي في حد أهل بقى مزيح مش عايزة لأمسل لا في كتير موجود يعني بفلوسه مزبوط وفي حد بيشتم وهو بيكلم عن الشرف والأخلاق وبتاع تنبيل بيحسب الحقيقة تكون بحتاج إلى نقابة إعلاميين لأن أنت في الحساب بحتاج إلى جهة الشعبية بجهة حكومية مزبوط لأن جهة الحكومية ممكن تحكم مرة ليك ومرة موقت عليك لكن ما فيش قواعد فإنت خد معه بحتاج في تلات يولي مثاق شرف إعلامي هذا سدعي نقابة إعلامي دي ما حصل يمكن الأستاذ مجدي وكان بيشاركنا أول اجتماع للرئيس عرفتاح السيسي مع الصحفين والإعلامين هو قاعد مع الصحفين وبعد قاعد مع الإعلامين وبعد رجع تاني قاعد مع الصحفين وبعد ما عادش وبعد خلص مزبوط وكان الكلام على أن كل شهر نتكلم كل سنة وممكن الكلام لأن الكلام أصبح غير منتج يعني ممكن أن أفهم أصبح كلم غير منتج وما بنعكسش في مستوى الأداء جايز لكن هو في الاجتماع الأول اتكلم عن ضرورة إظهار قانون جديد للصحفة والإعلام وكان فيه أستاذ زيارة شوال النقيم الصحفين موجود والأستاذ جلال عارف كان مسكي الاجتماع أعتقد رئيس المجلس على الصحفة والكلام تقدم ومشي أنا أقدر أقول علامات أساسية أن كان هناك إلحاح رئاسي متصل لسرعة الانتهاء من القانون وكان دايما فيه اعتاب إلى أن الكلام ممشيش بالمعدلات اللي هما كانوا بتوقعوها الرئاسة مصبور فإنكنا عندي طرف بيشتغل أو بيحاول يعمل حاجة وبعدين الرئاسة بتيجي بتقوله الإقابة أعوزين نخلص القانون أعوزين نضبط أو تما فيه قواعد لحد هناك زي الفل ومش فيش كده طيب قاس لما تم عد دي سرموس قريبا وما فيش حاجة فدي عاوز التفسير سنعتين خرصة خلومة سنعتين فده كلام من إبريل 2004 طيب لما جات النقابة والتكونات المختلفة ابتدوا ويضع القانون فجأة البشمهندس إبراهيم محلب يبدو إن خد إشارة رئاسية إن الجماعة دولت أخرى أوه يعني فيه تعجل فتشكلت لجنة من شكلها رئيس الوزراء بن عشر ومن كبر الصحفيين حصلت أزمة بعدها بيومين كل الناس شافت رئيس المجلس على الصحافة جلال عارف ونقيب الصحفين ديارة شوان مع رئيس الوزراء وأعلن عن تشكيل مصبور الهيئة الوطنية أو اللجنة الوطنية للتشريعات بكل مكونات العمل الإعلامي إيه اللي حصل أنا ده أقول الرئيس عفتاح السيسي أو قطع عملية مع الزر رئيس الوزراء قول أعدد إفز باء واجه الحكومة لأننا حقومة لن تتبع لن تتبع لن تتبع فيها حد قال له خلصونا فلما الصحفين قال له إحنا هنخلص وإحنا هنشغل وكل مكونات لقابة الإعلاميين باسبيرو لقابة الصحفيين المجلس على الصحافة خبراء القانون أساز قطاع الخاص غرف الصناعة الإعلام الكل موجود صحيح اشتغلوا لما خلصوا مهمة يعني أنا أعزل هو واضح أنا أقولك له الذي زكى اللجنة 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 المطنية بالتشراعات الرئيس عبد التعسيسي ولا أحد أخر واضح مفهوم طلع القرار بالعندريس ووضع هذا كان قرار رئيس الجمهورية وإطلغ لجنة العشر بلجنة الخمسة لا لجنة العشر اللي هي كتابعة رئيس ووضع بكداجات اللجنة إطلغت وتعمل إخراج أنيق مظبوط إذن أنا أنا أقول خبر أفتاح السيس ولا أحد غيره هو الذي شكل هذه اللجنة التي أصدرت بعد موجود كبير جدا القانون لما طلع القانون كان فيه مشكل كان هو لسه عنده سلطة التشريع مظبوط لكن كان فيه حرج جارة كلم كتير فيه حرج أن يصدر التشريع بعينما البرلمان قدامه شهر شهرين فيقولوا ليه بذا التعجل طيب جاه البرلمان والحكومة حصل تعديل عن طريق الوزير الأشرف العربي وصحفيت قبله بشكل أو آخر وأصبح كل جاهز إيه المبرر إيه المنطق في أن يطلع فجأة كلام أنه إحنا هنعمل المؤسسات بقانون جديد ومنعملش القانون الصلبه اللي هو التنظيم العام القواعد الأساسية اللي مشكلة في إيه وإنت بتطرح السؤال لحضراتك وانا شايفه في التقرير يعني ضبط الإقاع الإعلامي ده تعبير أنا معرفهش فيش حسبها ضبط الإقاع الإقاع العامي الإعلامي لأنه أنا ممكن أفهمها في جهة في الدولة أو بعض الجهات في الدولة تراها يعني السيطرة على الإعلام وفي جهات أخرى تقول أنا أقول لأنا عاوزه صحيح كل أحد تتفاصل ده اسمها القواعد الدستورية والقانونية اللي هو مش في قانون ده اللي أنا عرفه اللي هي الحرية وفي حساب ما بتجاوز ده كلام المقطع الكلام ده معناه أن أنا وصلت في إطار الصغرات دخلت في ارتباك لو عملت القانون اللي بعض الجبلاء بتقدمين به أنا بعتقد أنك كان دست على الدستور ولم تحتارب الجهة المضني الذي مزل وكان بقرار من إيسا في التحسيط فأنت داخل في ارتباك وداخل إلى فوضى وحيش تريد ضبط الإعلام أنت تدفع الإعلام إلى مزيد من الفوضى وعين الارتباك وبعدين حتى في المنطق لا لا انتحر المنطق حاجة ني بجيت تبا أنت مش عايزة عمل القانون الرئيسي وبتخلف الدستور ويعني المجلس أهل الصحافة وكلهم أصدقاء وكلهم هو عمل إزعاج في حاجة طب رؤساء التحرير مين حالين هو بعمل إزعاج في حاجة يعني يا سيدي أنت خلينا كبان شهرين ثلاثة وشكل البؤسسات الدستورية ويبقى عندك الإعلام في قواعد موجودة وحتمشي الأمور بطريقة بالضبطة صحيحة ده كلام منطقي في بلد بينتحر في المنطق كل يوم نفس السؤال لأستاذ مجدي مع إضافة شيء كنا في حوار الأخير مع الأستاذ حمدي من حوالي ثلاث أسابيع أو عشرين يوم كنا طرحنا في نهاية الحوار رؤية بيقولها البعض أنه مش البعض الحقيقة أن الدولة مش رضية تعمل المؤسسات ولا تعمل القوانين ولا حتى النقابة بالوضع الإعلامي الحالي العامي الصحفي الحالي لأن الدولة في وجهة نظرها وهي ترتب من الآن لمشهد إعلامي مختلف قريبا سيحدث وقتها حيبقى مناسب للقوانين طيب حضرتك دست على الضرار بارك الله فيك أنا حضرتك بتطرح سؤال مهم جدا هل واللي اتنقشت قبل كده وانا تابعت هذه الحلقة فكرة انه هل هناك حسنية ولا سؤنية هل هناك إقاع بطيء بتاع جهاز مترهل غيره وكلام ده ولا فيه قصدية في الموضوع حضرتك بتقول بفترض لا دي وجهة نظر الشخصية أنا شايف سؤنية شايف بلان شايف مخطط بيتعمل ليه لأنه إذا نقشنا ما حدث فيما يتعلق بالقواعد الدستورية والقانونية لإدارة الإعلام في مصر زي ما يقول الأستاذ عبدالله حلاقي أن هناك تناقض صارخ جدا بين الخطاب الرسمي للدولة اللي هو قائم على الشكوى الدائمة من الإعلام وبين الخطوات التي ينبغي أن تتخذ هالدولة نفسها ومتقعص عنها إذن فهناك هناك كلام يقال ولكن الرغبة والتحرك الحقيقي في الاتجاه المضاد صحيح وعندي شواهد على ذلك صحيح كل اللي قاله أستاذي الكرام أنه فكرة أنك أنت بتتكلم عن دستور زي ما حدتك قلت فيه المقدمة دستور من ناحية بنود التنظيم الإعلام هو معطل منذ سنتين وتسعة شهور تمام هذا الدستور اللي وفقنا على 98% فهذا المبرر المنطقي أنك أنت تعمل ده صحيح طيب الدورة البرلمانية الأولى خلاص خلاص والقانون زي ما بقول الأساذة وزي ما كل الرأي العام عارف جاهز من سنتين وخلصان وحتى هذه اللحظة الخطاب الرسمي للدولة بالكامل والحكومة هو شاكي من الإعلام ومن أوضاع الإعلام لدرجة أننا بقول طول الوقت كدولة شوفوا يا ناس الإعلام بيعمل ايه أنا موافق أنا موافق لكن تعال شوف مين الطرف علشان تعرف بقى مين الطرف الأكثر تضررا من هذا الوضع القائم من سنتين ونص والطرف اللي اللي هو مصلحة في الوضع الحالي تمام تمام لأنه أنا ما أقدرش على الإطلاق أقول أن في دولة بتدار كده لا طبعا عشوائي في ناس بتقعد وبتخطط سوكي طيب الطرف الأكثر تضررا من عدم صدور هذه القوانين وتعطيل الدستور فيما يتعلق بالإعلام هو الإعلام نفسه مزبوط تمام لأنه كل يوم أنت مدي فرصة بالممارسات الخاطئة وده خلاء اللي احنا بنعاني منهم اللي حضرتك بيقابلك حد في الشارع أو أستاذ تامري يقولك أنتوا بتعملوا إيه في الإعلام دي بتحصل صحيح بتحصلين كلنا لأنه هو بيأخذ الإعلام بمجمل الممارسات فبيبقى أنا متحمل نتيجة تصرفك وحضرتك متحمل كله فأنا بشوف زي ما حضرتك بتقول بقال أو تاجر مش عارف مع احترامي للجميع بقى عنده قناة وبيطلع بالساعات ومحسوب علي اللي بستغلها بقى لي 31 سنة ولا حضرتك أستاذ فيها ولا حضرتك أستاذ فيها والراجل ده أستاذ فيها تمام اللي هو أنفقنا عمرنا كلنا فيها وبنخاف على البلد وبنحاول نحترم قواعد المهنية والوطنية في أداءنا تمام إذن ففكرة ما حدث خلال السنتين اللي فاتوا من وجود أصوات مختلفة في الإعلام كان المراد لذلك أن يتم تشويه صورة الإعلام بالكامل أن يتم الشكوى الدائمة من الإعلام وعدم وجود ضوابط أو قواعد في القوانين تضبط الإعلام وتحمي صاحب الممارسة الصحيحة والأداء في الإعلام من الدخيل ما بيعملهاش الدولة اللي هي ما بتطلعهاش إذن أنت تقول أن ده كان مطلوب مطلوب هكمل لك ليه تمام وبالتالي تشويه صورة الإعلام كمجمل بهدف إفقاد الرأي العام والمجتمع ثقته ومصداقية الإعلام أمامه تمام ليه بقى تعال بقى للمشهد التاني لإعادة تنظيم صناعة الإعلام لو جاز لنا أن نطلق أن نطلق عليها صناعة في مصد ونفسي عند تحفظ على كلمة صناعة إعادة تنظيم ذلك بما فيه هيكل الملكية وهذا يحدث الآن بالفعل صحيح تماما وواضح جدا أنه سياسة متبعة وإعادة تنظيم المشهد بحيث أن يكون الصوت الواحد بالكامل للدولة والحكومة ثم إصدار القوانين ليه ليه لأنك لأنك الأول الألية الأولى أنت أفقدت الناس وعملت مشكلة بينها وبين الإعلام بالشكوى الدائمة من الإعلام وأنت محق عندما تتحدث الحكومة عن ممارسات خاطئة وتجاوزات في الإعلام فهي لها حق ولكنه حق يرد به باطل لأنك أنت اللي سيب هذا المشهد أنت شريك في التجاوز شريك لا وأنت الراعي الرسمي للأصوات اللي بتسيق للإعلام وللدولة المصرية لأنهم هم المقربون منك أنت والمستفيدون من دعمك الدائم إبعاد أصوات لها صوت مختلف على أرضية وطنية الأستاذ عبدالله السنة وممكن بيكتب مقالات وفي جريد الشروق وأنا أو كلنا بنقراها بيختلف ويتتفق في حاجات كتيرة لكن أنت مش ممكن تيجي تقول أنت مختلف في قضية ما فأنت غير وطني دي مستحيل فإفقاد السقة ومصدقية الإعلام علشان يبقى الوضع اللي احنا فيه دلوقتي في الشارع يقولك الإعلام هو المبوض البلد الخطاب الرسمي اشتغل على الرأي العام ثم الخطوات الأخرى اللي بتنفذ دلوقتي وكلك عارفينها وكل الناس عارفينها لإعادة لا مش كل الناس عارفينها الحقيقة هذه النقطة أنه قد قد تفكر الدولة في أنه ما يحدث سرا من وجهة نظرها وإحنا بس عشان إدنا في النار فهمينها ومتابعينها قد يكون خافيا على الرأي العام أو الناس فبالتالي يكون نتيجة طبيعية للغضب والاحتقان والغليان الشعبي تجاه الإعلام أن أي إجراءات من وجهة نظر دول عقابية تخدها ستصفق لها جباهية أو إعادة أنماط الملكية في الإعلام بالكامل في مصر بعد ما خدت عشرين سنة في الميدي أو وسائل الإعلام الخاصة في الصحافة أو في التلفزيون أو في غيره إعادة نماط الملكية وبعدين إصدار القانون ولك أن تعلم وده بقوله على الهواء وكلمنا كتير في ده السيدة عبدالله والسيدة الصحفين الكتاب الكبر بيكلموا عن ما يحدث في بعض المؤسسات الصحفية القومية أو ما يطلق عليها القومية وهذه ملك للمال العام يعني ملك للمواطن المواطن صحيح إحنا تكلمنا المجلس على الصحافة الموقر اللي موجود في مشكلة أنه ما يقدرش ياخد قرارات تغيير أو غيره وكان ده فالمد مفتوح للسادة المشاهدين أن يعلموا أنه في أزمات اقتصادية ومهنية وأخلاقية طاحنة في بعض المؤسسات بسبب عدم صدور هذه القوانين أو تشكيل المجلس والهيئات ولنا أن نعلم أيضا أن الدولة نفسها بتخسر الدولة كدولة بتخسر لأنه هناك رؤساء مجلس إدارة ورؤساء تحرير بينهما صراع دامي داخل مؤسسات لدرجة لهم ما بيكلموش بعض وبياخدوا قرارات متضربة تهدر مال عام وتوقف صفحات إعلانية بسبب الخلاف بينهم وبين بعض وما تصلحوا بس لسه 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 وإنت غير قادر عنك تاخد خطوات ليه لأنه مفيش قانون أنا رأيي شخصي أنا رأيي شخصي أن هذا مقصود ومخطط بدقة شديدة جدا اسمحوا لي أنا هروح لفاصل بعد الفاصل هرجع هنحاول بقى يعني اتساقا هنمشي على خط سوء النية حتى استقمته ونشوف هذا السيناريو هيدفعنا لإيه وإيه اللي ممكن تكون مخططالو الدولة وإيه اللي ممكن إحنا كجماعة صحفية وإعلامية إن إحنا كمان نحمي قلعتنا ونحمي صناعتنا ونحمي مهنتنا بالشكل اللي يحقق المصلحة هي مش حرب لكن في النهاية في مصلحة حتى لو الدولة ارتقت إنه مش مصلحة وقتية يعني بعد الفاصل أهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل اتحايا موصولة لمشاهدين الكرام وموصولة أيضا لضيوفي في الستوديو والحوار يعني موصول وكنا وصلين لنقطة ساخنة وهي فكرة إنه ماذا تريد الدولة من الإعلام وافترضنا بعض حسن النواية مع بعض سوء النواية في فكرة تخطيط الدولة لمشهد إعلامي معين بعده ينصلح الوضع ويتهيى الزمان لإصدار القوانين والتشريعات هرجع هنا للأستاذ حمدي وبيت القصيد بقى والبيت الذي تربينا فيه جميعا وهو مسبيل احنا هنا منتكلم على إعلام الدولة والتحدي لدعوة تلفزيون بقنواته الكثيرة وموجاته الإذاعية الكثيرة طب لو الدولة عايزة مش عايزة أقول إنها تفرد سيطرتها على الساحة الإعلامية بس عايزة بقى لها صوت وصوت موجود ما أعتقدش إنها هتجد أفضل من مسبيل لتهيئته والكلمة اللي أصبحت سيئة السمعة اللي هي أعادت الهيكلة اللي احنا بنسمحها منذ نعومة أظافرنا في رأيك أيضا التباطؤ في إصلاح مسبيل وتغيير الفكر الحكومي وإعطاء قبلة الحياة لمسبيل أيضا متأخرة لي أنا أعتقد لدي عمليا ما يدل على إن فيه توجه لإصلاح مسبيل وأنا عجبني إن حدك دايما شايل البشارة أنا حديك الأمثلة وحتى لا أبدو إن أنا بس لشايل راية حسن نية الدولة خاصة بعد الكلام اللي قاله صديق العزيز الأستاذ مجدي أنا عاوز أقول حاجة أنا لو كان الفكر المتجه اللي أشار إليه إن سيب الإعلام كده يقع عشان كذا أنا شايف إنه هو محتاج حوار لسبب يعني يسيب الإعلام سنتين يضيع إنجازات ويعظم أخطاء ويكبرها والدرجة تحصل مظاهرات في الشارع ومشاكل وتداعيات لها وبعدين يقول خلاص الإعلام تبدأ الإعلام ما كانش يبقى لوحده ده بقع مع الدولة وبيقع مع النظام طب عندك تفسير تاني حاول حضرتك عندك تفسير تاني حاول حضرتك تاني لا أنا مش بقول الحسنانية بشكل مطلق أنا بقولك أخطاء في التنفيذ وبطء يعني هم أستاذ حمدي متفق على النتيجة بس مختلف على أنه جريمة مع سق الإصرار والتلصم نمرة اتنين هكمل برضو مع الأستاذ عبدالله هكيلكم وقال وأنا كنت شاهد عين تقريبا أن الرئيس شخصيا هو الذي أوقف اللجنة التي كان المهندس إبراهيم حلمي إبراهيم نحل بعملها وأشار قال يا جماعة الإعلامين هم اللي عملوا شغلهم وعملنا وأنا كنت في هذه اللجنة واشتغلنا وبإخلاص وجه وقت عدنا مع الدكتور أشرف العربي واتفقنا على كل شيء ولدرجة أن المهندس إبراهيم محلب قال أعتقد دكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب نكمل معنا في اللجنة المهندس إبراهيم محلب قال يا جماعة أنا مسافر إيثيوبيا وحرجع هنطلع قرارات جمهورية بهذا الكلام من الرئيس قبل مجلس النواب يا أرسل ما كانش بقول هذا الكلام يعني من بخه بالتأكيد كان فيه حاجة أعمل تكتور أسيوبي غيرت كلامها نعم وراح أسيوبي بسبرجاش أسبيلو دي أداء آلية حالية آنية أقدر بكرة الصبح بشوية قرارات تنظيمية وشوية عقول محترفة وخبيرة في المجال أحاول أوقفه على حين أيو أرجع بقى أقولك يعني حدود معرفتي وخبراتي حاليا المدهش والمزهل أن اتحاد اللي زعوة التلفزيون ماسبيرو قعد ست سنوات بدون عقل يفكر له وهو مجلس الأمناء بلا مبرر وما أعتقدش أنها كنت مقصودة لا هده يعني هو أخطأ من الجم رأساء اتحاد إلى آخر أو بطء تنفيذي ممكن جدا فبداية الإصلاح في رأيي تشكيل مجلس الأمناء وأنا أشرف أني أكون عضو في هذا المجلس ليه بقى أن أنا شايف كمية الحماس والمعارضة وكل شيء داخل المجلس شيء مبشر نمرة اتعاملت لجان في لجنة اسمها لجنة تقييم الأداء واجتماعنا وبدأ أننا هني أداء يا رئيس نعم هدي أداء أداء مسبيرو آه مسبيرو ما هذا كله داخل أنت ألقان وبتسعى على مسبيرو آه وشفنا بسنا شافي نحن كده جايبين القصة من آخرها لا أنا بقايم الأداء قبل الأول ما أصنع الأداء أنا أعيز أصنع الأداء ما أطمن عليه سأقول لك على صناعة الأداء صدر على سبيل المثال شفنا حلقة كانت ضيفة فيها الأستاذ عبدالله السنان تمام عدنا بتشوف أنتوا بتخيموا أداء الأستاذ عبدالله بجو أداء لا لا المزيعين المزيع المزيع والأداء بالعكس آه وأنا لا أخفي أنه إيه حتى لما تقلت ضيفة عبدالله البعض كده قلق كش قال لك ربنا يشطر حقيقة آه فالحقيقة كان كلامه رائع لدرجة الكل انبسطه جدا من كلامه شخصيا كويس انبسطه أن المزيع ما أطعوش كتير جدا تمام يعني حتى وإن كان فتع ليه في السؤال يقدر يستطيع لا لا أطلع لا لا بالعكس يعني نخلي اللجنة أشهدنا بهذه الحلقة وقلنا أنها تمنى خذ بالك بقى حرج على الأداء نتمنى أن الإعلام المسبيروي إعلام مسبيرو يبدأ يتجهدها ويبقى يستعين بشخصيات بهذه الأمثلة بس لازم لازم أنت عارف يا أستاذ الحمدي أن أنا ابن مسبيرو فلا يمكن أن أنا أبشو المبنى أو كده بالعكس ده أنا أكثر الحزانة على مواصلة مسبيرو ونفسي بكرة الصبح بقلعة إعلامية كبيرة كما كان بالتأكيد هو يجب أن نوفر لهؤلاء الشباب والكوادات البيئة الحظان علىك عارف أنه 90% ممن يعملون هنا في قناة الحياة وفي باقي القنوات الخاصة في بلدات الإنتاج الإعلامي هم عاملين بالفعل حاليا في مسبيرو والقنوات العربية الله يفتح عليهم إذن المشكلة فيه نفس الشخص أداءه هنا نص نص أداءه هنا ممتاز يبقى المشكلة في السيستم في البيئة تمام الفلوس اللي بالملايين اللي بتصرف أنا أخر رقم وصلني كان بقرب على ديكورات صعبة جدا اللي بيعودوا عليها قطاع الإنتاج المهول اللي بتحدي دعو التلفزيون الآن أفجأك أنه لا ينتج دراما قطاع الإنتاج اللي كان مالي الدنيا ثراءا وإبداعا لا ينتج دراما ولا مسلسل السنة دي 56 مسلسل كلهم إنتاج خاص ولا مسلسل واحد دراما من أيام مبدوح اللي صلى الله أرحمه وكذلك حاجات كتير حتى القنوات الإذاعية الموجات الإذاعية صعب أنها تنفس قدام موجات الإذاعية الخاصة اللي موجودة دلوقتي زي كده وكده وكده فعندنا مشكلة حقيقية والدولة أيضا طاقت مكتوفة العيد يعني أنت طبعا لأنك أنت زي ما أنت قلت أنت ابن المسبيرو وحافظ كل أنا حافظ بلاطة بلاطة وستوديو استوديو إنما عشان كده إحنا بنتحرك بمفاهيم وفكر أمثال تامر أمين نعرفين قوي إيه النقطة الضعفة عندنا فيها مشكلة عندك كبرى أولا بالنسبة للمرتبات هي بتقل طبيعة لأن تم يقاف أي تعينات جديدة الناس اللي بخرجوا على المعاش عدد العاملين تقلص من 43% 40% 40 ألف إلى 32 ألف ومستمر ده كله مستمر والخدمة المدنية برضو هيزبط هيزبط لا الأمور مش بحماس إنما ما تقولش بقى إن في خلال إحنا بقى ثلاث شهور مش أكتر لا لسه بدي طبعا فيه طبعا كمان العبء المالي الرهيب جدا وأعتقد إن مع التحرك نحو نرجع بقى المشروع إن الأول الهيئة الوطنية للإعلام المرء والمسموع والرقمي أو الإلكتروني برضو محطوط خطة إن هذه العباء المالية في سبل قانونية ودستورية إن يتخلص منها مسبيره جديد اللي هو الهيئة الوطنية ممتاز طيب سؤال عبدالله تصخم على الفكرة اللي إحنا كنا نطرحها قبل الفاصل ما حدث مع نقابة صحفيين وهي واحدة من قلاع المهمة للدفاع عن جماعة الصحفية وإحنا بصراحة تلزيئا كنا بننتسب ليكو يعني بنحاول لحد ما عندنا لش نقابة فبنحاول ندور على أي حاجة شبيهة ربنا خليك من ريحة الحبايق ما حدث مع النقابة كمان هل تعتقد وبرضو فرضا لحسن النواية إنه كان محاولة لإضعافها تمهيدا للمشهد الجديد نعم بنتكلم في سياسة ساعدت إحنا نميل فكرة حسنية وسؤلية لكن إحنا خلينا نبص إلى الحقائق الأساسية الموجودة قدامنا لأنك إنت يبقى في حد عاوزي جامل رئيس فرئيس صح والحكومة غلط أو عاوزي جامل الحكومة الحكومة صح وإحنا الغلطانين وهكذا لكن إنت تعالى نشوف إيه الحقائق الأساسية إنت أمام عملية عرقلة ممنهجة لإصدار القانون الموجود والقانون الجديد بيطلع بشكله آخر رغم أن أعرف إن رئيس مجلس النواب قال بيش هيطلع ومع ذلك بيخش اللجنة وبعد يتحول باللجنة للجنة في حاجة مش طبيعية عاز التفسير أنا بكلم عن الدولة ككل نمر اتنين إنت عندك انخفاض منسوب السياسة في البلد لما السياسة بتقلل ما فيش حسب الفراغ الأمن بيطلع وبيبنى الفراغ وهو ما بيزعله لكن أنا عايز أقول بصوا يا جماعة قبل بيزعلوا بصوا لقدام شوية النتائج وخيمة على الكل وأول حاجة الأمن في هذا البلد لأن كل واحد في مكانه يعرف شغلته ويوم بسيس محمد كبير السيسيم أو التنظيم العام أو النظام الحكم فيه تكامل القدرات والخبرات وفيه خواعد عارفين الدم بالضخل إزاي ومصل فيه لكن لو حنتصور أن فيه حد لاي علاقة له من جوة أجهز الدول لاي علاقة له بالألام هو اللي حيوجهه أنا في كارسون هذا لم يحدث من قبل على وجه الإطلاق في كل العهود رغم كل الاختلافات اللي بينها فيه ناس مفواضين وبتصرف في الملف مفواضين في البرلمان مفواضين في الحكومة مفواضين كذا فيه حد عنده الملف هو معروف يصرف فيه في إطار توجيهات عامة لكن وبعدين الأمن بساعد لكن مش الأمن هو اللي بيعمل ليه جديدة هذا خطر الدولة هي اللي بتشايل هذا خطر هذا خطر أنا بكلام جد صحيح الأمن ده ده أمن البلد وعاوزين أحفظ عليه ما يخدوش كلام كاملا موقف يعني عدائي هذا خطأ هذا نتيجه وصوف تروه خطأه مدمرة على الأمن وعلى البلد وعلى سامة المجتمع فيه أنت بحتاج قواعد وتعاوز تنتقل دولة مدنية ديمقراطية حديثة فعاوز قواعد قانونية ودستورية أنا مش شايف إن فيه حد عاوز فيه قواعد وفيه ناس كتير أستاذ باقي يقول إن فيه حد عاوز إن نوصل للفشل عشان إعادة سيارة المشت أنا شايف إن فيه وأنا هقبل النقابة هخش على تلفزيون الدولة ماس بيرو أنت بتطلق رصاصات الرحمة وبتنهي تلفزيون الدولة وارتكبت أخطاء عديدة المشيئة تحسيسي المرشح للرئاسة ما أطلعش في باسمير واضح وكان الحقيقة وكان ساعتها السيازة صفحي جازي بس كقطاع الأخبار إن أول حوار حيتم معا ما تمش خذي واحد حتى الآن لم يتم ولما تم حوار معتزم مصري أو بسه كان عبر قناة فضائية خاصة فما تعرفش مين هيخد الإعلانات ودي فرصة طبعا مش كمورينا بتكلم فيه علانات كثيرة بتيك مين هيخد الإعلانات مين هيخد العسل أنا مش عارف حتى المداخلات الهاتفية اللي كانوا مع princiنات التلفزيون النابي دي 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 نبر التنين وأنا كتبت وترجيط أكثر مرة عن الرئيس أرجوق ومتطلعش مداخلات هاتفية طب فيه إن ساعات وهو طلع مدخلة هاتفية الكلام وعلى التلفون وكلنا جربنا العكادي ما بقاش بدقة انه قاع في السيديو ما بقاش بدقة انه بيعامل حوار منضبط وهنا انا ممكن اطلع كمحال سياسي يعني السيدة اللي فراتة مجراش حاجة اجتهاد رئيس الجمهورية ببا في اكانه اخرار جمهوري بيأسرع السوق بيأسرع علاقات الدولية فكلام انا اظن انه ده مش التلفزيون الرسمي فانت بتضعف انا كنت اظنى افهم انه يعمل كده هو برشحة لكن ما فهمش ولا وافقش ان رئيس الدولة يتحدث في غير تلفزيون الدولة باطلاق وكل ياخد من تزود الدولة انت لما عملت ساعات جبت شركة خاصة وكان المونتاج وهم ناس هايلين واصدقاء وكل حاجة بس المونتاج كان سيء جد انت عندك كل بيت الخبرة عندك بيت الخبرة انت رايح رئيس الجمهورية يجيب شركة خطاع خاصة انت تعمل حوار رئاسي من احنا نسفه يعني دي شغلته دي مهمته طبيعية دي انا بكلم انها بعتبرها منبر مباشر لرئاسة الدولة لا بكلمش ان انا معارضة ولا موافقة انا اظن في اضعاف وفي انا اسف في التعبير استغطار اكثر من لازم بقيمة مؤسسة تفزيين الدولة انا عاوز احقيه انا قلت اقتراح في البرنامج ساتة كنتو يعني عملت تقييم اداء وبعيد طرح مرة تاني بدل ما بدخ فلوس في فضائيات بعض الجهات في الدولة بترغيها غير مباشرة والمبالغ في بلد بيتقشف ده خطأ فلوس يتفضل تتحطي في تزيل الدولة عندي اقتراح عملي بسيط لان مشاكل بسبيره بتتحطيش في اليوم وليلة انا بقترح القناة الاولى والفضائية والعاوز ضمن اني للاخبار تتوحد وتعمل منها منتخب تيجي هنا بعيد عن مسبيره في بلد الانتاج وتديها الامكانيات الضخمة اللي سادتك بتروح تربية فلوس وحتفشل عشان تعمل قنوات زل المطر السير خلاص هتتضرب حيروحوا للجزيرة وحيروحوا للاخوان وحيروحوا للبي بي سي وحيروحوا لفرنس بانكات حيروحوا فانت تفضل اعمل دي ودي على فكرة انا مش عادة تخش في تفصيل هذه ليست فكرة جديدة الفكرة دي جرت تفكير بيها في كبايا من رئيس مبارك يعني مش فكرة عبقرية ولا جديد اعزل ودي بقرار اللي بتصلح اللي بتصلح بيها ممتاز مسميره مش اعدامه نمر اتنين اي جهاز اعلامي لن يستطيع ان يحق في صورة المعلومات اين بيحصل دلوقتي انت فكرة اعلام انت عبقى فكرة موسيطرة انا عاوز اقول هذه فكرة وهمية خزعبلات في اطار صورة المعلومات اللي بيحصل ايه الجدل الموجود في البلد بيتمي فين الدولة بتراجع ازاي على التواصل الاجتماعي في الموضوعات الحساسة في لمدأة اطفال كل حاجة معنانا كنت أفقرت الإعلام كله ما أصبحش التواصل كلما يمشي على إقاء الإعلام وهو اللي بيحدد الأجندة المدينة أصبح التواصل كلما هو اللي بيحدد ردود الأفعال لأعلى المؤسسات في الدولة المؤسسات اللي أنت سنتك ما تعرفش كان معاها بتتناقش و بترند على فده معنى إيه؟ أنا ضربت الإعلام فأنت بالطريقة دي فكرة التعبئة مش هتنفع عندك تواصل اجتماعي وعندي بروموت كنترول أنا أظهر ألغي كل القنوات و أروح للقناة اللي أنا عز روح فإذا أنت عاوس قوي إعلامك اتفضل طلع القانون واعمل القواعد القانونية والدستورية بأحمل دولة وبنميها وبفتح الحوار عام بأعمل أجندة المدينة أجندة المدينة أنت اللي بتحدد الأجندة أنت اللي بتحدد مين بتتكلم في إيه؟ لشورة الدولة ده كلام مصبوح لكن أنت لا تقلق أصبحت بقيت شغل فيسبوك وشغل صحيحات الخام وشغل نفسك شغل الكل إلا أنت بس عشان الوقت بس سيدة مجدي تعقيب على ما طرحته والأستاذ عبدالله كانوا في النص على فكرة ما حدث مع نخابة الصحفيين ودورها في عدد المشهد رقم اتنين طيب السيناريو لو افترضنا صحته اللي احنا بنتكلم فيه هيقود بينا المشهد عامل إزاي؟ يعني 2017 2017 ممكن يبقى شكل الإعلامي عامل إزاي؟ ولو طولي بقى مين كان أنت تقدم استشارة فنية يا جماعة المشهد الإعلامي بضوابط وبشكل ودور الدولة يبقى موجود محدش قال إن الإعلام خاص هو اللي يبقى مكتسع دور الدولة موجود بس بالضوابط دي وبالشكل ده والتنفسية تبقى عاملة كده خلينا نبدأ من نقطة دي لأنها مهمة جدا عسينا نكون بنائين وحضاك قلت أو حطيت إيدك على نقطة مهمة جدا فكرة وإحنا عندنا حلول أكيد ويمكن ده دورنا إن إحنا نحاول إن إحنا وطرحنا حاجات من دي كتير لكن خلينا أقول لك بسرعة برضو عشان وقتك إنه أنا عندي اقتراح أو عندي تصور ما أو كلنا عندنا ده من أربع نقاط أساسية ممكن نختلف نقطة أولويات الأولى إنك إنت الدولة كدولة تركت تركت منطقة قوتك اللي هي تلفزيون الدولة والصحافة القومية فيهم مشاكل ضخمة جدا وتخلت عنهم واعتبرتهم خلال حكومة يعني منتظرين رصاصة الرحمة وتخلت عن دول وداخل تنافس إنت في الوسائل الإعلام أو الإعلام الخاص باعتباره إنه هو كان الأعلى كعبا في التأثير على الرأي اللي عن طول الوقت طيب هو أنت ما عدتش مع نفسك كده كحكومة أو دولة وبحثت للإعلام الخاص كان أكثر تأثيرا وأكثر قوة وبينمو وهنا بيتراجع لا ده أنت رحت في المنطقة اللي هي مش بتاعتك زي ما أقول أستاذ عبدالله مش ملعبك ومش هتعب تأدي فيها على الإطلاق فرحت هنا بينما أنت بتملك كنز وثروة ثروة لا تقدر بتمن لا تقدر بتمن عايز أقول لك أستاذ تامر ويمكن إحنا تقريبا من جيل واحد أنا أكبر منك أكيد بتلاتين سنة مثلا ولا حاجة أنا أتمنى على فكر وإحنا طلبة في إعلام القاهران كنت بعدي على مبنى مسبيره جسم يترعش من هذا الجلال ده في التمانينات من هذا الجلال هذا الجهاز اللي كان سحري بالنسبة لنا صحيح كنت بعدي قدام مؤسسة الأهرام اللي انت ميت لها بعد كده برضو جسم يترعش من هذا الجلال وهذه القدسية طيب أنت عندك مئة مشروعة على الأقل لإعادة هيكلة اللفظ اللي إحنا خلاص عادة هيكلة وتطوير هذه الثروة الكبيرة جدا بحيث أنك أنت مش المقصود أنك تسيطر بها على الرأي العام الداخلي ده أنت عايز تنافس الأصوات المتأمرة عليك إعلاميا برا لشبوط تمام أنت سيبت كل ده طيب حدك بتقول لي فأنا بقولك لازم تدخل ملعبك ده وتستعيد بخبرات بخبرات تلفزيون الدولة لفسهم المهاجرين جوه بر صحيح يقدروا يعملو لك أحسن شغل في الدنيا كلها بظبوط تمام تمام ده المقترح سريعا التاني وده مهم جدا طلع القوانين ليه لأنك أنت طول الوقت لما بتشكو من حاجة أنت مش هتطلعها قوانين فأنت بتعمل غلطة كبيرة جدا إيه هي باختصار شديد جدا واحد أنك المسؤول عن تعطيل وضع أو تعطيل القوانين أو الدفع بيها وبالتالي أنت تسايفه غير منظم فما تشتكيش تمام في نقطة تانية بقى في الإدارة خطيرة جدا معروفة في العالم كله وأرجو أنكم يعني صدر الناس كلها تبتسع لي ليوجد مدير أو رئيس أي حاجة في الدنيا يشكو صحيح صحيح عنده حق عنده حق الله الله إحنا نشكو إحنا نشكو رئيس الحكومة إزاي يجي يشكو مثلا من الصناعة أو الاقتصاد أنت مينفعش تشكو مينفعش تشكو من الفساد لأنك أنت صاحب قرار فأنت مينفعش مدير شركة أو مدير مدرسة يشكو من أوضاع المدرسة مينفعش المدرسين والأهل صحيح مطبق عليه مينفعش النقطة الأخيرة الأخيرة أنك أنت بتهبط بالصناعة كلها مرئية أو مسموعة أو مقروعة ماشي علشان أنت عندك تخيل أن هذا الإعلام ربما يكون ضاغط عليك في وقت ملاوات وأنت لا تعلم أن هذا هو السلاح اللي محطوط هنا بتاعك كدولة يدافع عن استقرار وتماسك الدولة في أي لحظة حرجة وجربنا ده في المصطف أنا في رأيي لديه نقطة الأهم في الماضي قريب لديه نقطة الأهم الأستاذ الكبير هشام ومعرش استحملني 30 سنة هم 30 سنة يا أخري الأستاذ الكبير هشام علي حافظ الناشر السعودي الشهير الشركة العربية وشرق الوصف وغيره كان له مقولة رائعة جدا يسألوا لماذا تحافظ وأصدرتم وأسستم الشركة العربية الناشرة للمجلات وجرات كتير يقول لهم لأن أنا وطني صعودي ليه يقول لهم لأن الصحف ووسائل الإعلام سيوف في غمدها يعني الدولة تطلعها وقت ما تحتاجها أنت وصلت بالصحافة وأنا هقول لك رقم صادم الصحافة المصرية المطبوعة الصحف المصرية جملة بالكامل عدد النسخ المباعة وهذا خبر ومعلومة وأنا مسؤول عنها قدام كله محدد سيقدر يعرف أرقام عندهم صحف قومية وخاص وحزبية ومجلات اسبوعية وشهرية وكله توزع يوميا الآن 360 ألف نسخة في اليوم بعد ما كانت 2.5 مليون نسخة في 2010 عارف ليه عارف ليه أنا مسؤول عنه لا أنا أقول لك مش مستوعب أقسم بالله والأستاذ عبدالله السمناء عارف ده صح صح 360 ألف نسخة من كل الصحف لا توجد صحيفة مصرية أنت ببالك شوية 380 لا توجد صحيفة قومية أو غير قوم أكبر صحيفة في مصر بتوزع معدل أعداد الإسبوعية 115 ألف نسخة في اليوم ده ده تأثيره على مين لا على الإعلام ولا على المواطن على الدولة 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 تفسر لازم تعرف معنى الدولة في جملة الدولة في جملة الدولة في سؤال لقابة الصحفين والدولة الدولة ارتكبت أخطاء فادعة عندما تخصد الجمهار الصحفية لن تجد في أوقات جد من يقف معها فأنا أظن لو في لداء في الحلول بالإضافة إلى القانون والإزاره سرعة تنهاء أثبت الدولة مع صحفية وشبابها ومع نقابة الصحفين دول قوتك لأنك أنت بتربشي دول دعمينك مصادر حكم على نقيب الصحفين فأنها فضيحة دولية ودوية تضرب الاستثمار متفق متفق بتاع الدولة يا أستاذ تامر انت قد قدي عليه متفق عليه للحديث بقية هذه فقرة جزء واحد من الحوار بعد العيد لو ربنا قالينا عمر إن شاء الله نفس الشخص الكرام هيشرفونا ونكمل هذا التشريح للواقع الإعلامي والهدف والله هو الإصلاح مش والله العظيم والله العظيم وطنيين والله العظيم عاديين مصلح على العقب يا أستاذ حمدي شكرا جدا شكرا لكم طيبين شكرا لحضراتكم هنروح لفاصل ثم نعود